موسيقى 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 السلام عليكم معكم سيدة جميلة من الجزائر اخصائية في الحجامة والعلاج الطبيعي هذه مشاركتنا في حملة كن واعيا مع مجموعة هدي النبي الدولية والموضوع هو الحجامة لدى الاطفال الكثير يعتقد انه الحجامة تقتصر على الكبار فقط وانها خطيرة على الصغار لكن في الحقيقة ان الحجامة العلاجية للاطفال الجد مفيدة وخاصة من يعانون من مشاكل صحية واكثر الحجامات التي تستعمل هي الحجامة التدليكية والحجامة الدموية والحجامة الجافة الحالات التي تستدعي الحجامة كثيرة منها التبول لا ارادي فوق الخمس سنوات وضيق الاوعية الدموية وامراض الكبد والكلا والقلون العصبي والتشنجات وضمور خلايا المخ وهي مفيدة في التخلص من الالامي نتيجة لرفع مستوى الكورتزون طبيعي في الجسم وكذلك رفع الضغط عن الاعصار وتقليل نسبة البولونيا في الدم وقبل الحجامة يجب فحص الجل جيدا وان يكون سليما وليس مصابا بحروق او خدوش او جروح مفتوحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة